مرحبا وكيف الحال؟ عالج السكر التراكمي نهائيا وبسرعة كيف ممكن أعالج السكر التراكمي في أسبوع؟ أسألة رح أجاوبكم عليها خلال فترة الحلقة لكن المهم نعرف أنه الاستبيان اللي أنتوا عبيتواه بيّن أنه 47% من الأشخاص ما عملوا سكر التراكمي قبل الآن لكن اللي عملوا سكر التراكمي 50% منهم ما عندهم سكري أو مشاكل بالسكري الـ 50% المتبقين عندهم اعتلال بالسكري أي ما قبل السكري وـ 20% منهم أو 30% منهم عندهم السكري فاقد عن السيطرة وهدول الأشخاص حيعانوا من أسوأ أعراض السكري اللي هنحكيها في الحلقة إذا ما بدوا بخطوات العلاج النهائي والسريع بحلقتنا اليوم رح نحكي عن كل ما يتعلق بالسكر التراكمي هنحكي عن إيش هو فحص السكر التراكمي وإيش الفرق بين السكر التراكمي والسكر العشوائي اللي ممكن تعمله أنت بالمنزل ونحكي ليش هذا يعتبر أدق فحص لمعرفة إذا أنت مصاب بالسكري أو لا هنحكي عن إيش القراءات السليمة والصحيحة اللي لازم أنت تتوجه إلها لما تعمل السكر التراكمي ومتى بتصبح هذه القراءات خطيرة وبتدل على مستقبل أخبر للأشخاص اللي ما بيسيطروا على السكر ولا بدهم يكونوا من المسيطرين بعلاقتنا اليوم رح نحكي عن كيفية العلاج السريع للسكري وكيفية تخفيض السكر التراكمي وما هي القراءات الآمنة واللازم أنت تسعى إلها وهي أعراض مرض السكري بداية حلقتنا اليوم اكتب لي بالتعليقات هل أنت مصاب بالسكري أو بتعرف شخص مصاب بالسكري وهل بقي سوى سكر التراكمي وكم قراءة السكر التراكمي إلا حكولك لازم يكون عنده وكم لازم يكون كل هذا اكتب لي بالتعليقات خلينا نجاوب عائل سلتكم مع بعض بداية حلقتنا أكيد جيب بورقة وقلم وفنجان قهوة أكيد سادة خلينا نسجل كل التفاصيل السكر التراكمي أو السكر الخزان أو المخزون أو الـ HPA1C ومن أهم الأدوات اللي بيستخدمها الأطباء في تقييم الصحة العامة للمرضى من خلال هذا الفحص وقراءته بإمكان الطبيب معرفة إذا ما كان هذا المريض عنده مقاومة إنسولين أو لا أو هذا المريض عنده بدايات السكري أو عنده سكري أو عمبحر في مرض السكري ورح يعاني من الأعراض بشكل عام أول ما تروحها دكتورك وعندك عطش وبتتبول كتير وعندك غباش في الرؤية أول إشي بطلب منك روح إفحص السكر التراكمي حتى يعرف كم قيمة التراكمي عندك وأي مرحلة بمراحل المرض أنت وبناء عليها بيقدر يقترح عليك الخطة العلاجية المتقنة مع التغذوية حتى توصل للشفاء إذا كتعرف إيش يعني فحص السكر التراكمي فبكل بساطة إحنا منفحص كريات الدم ومنفحص كريات الدم الحمراء بالتحديد هي أكثر كريات موجودة أو أكثر خلايا موجودة في دمك وفيها بروتين اسمه الهيموغلوبين بروتين الهيموغلوبين فيه ذرة حديث قادرة على نقص الأكسجين إلى الخلايا ولأن السكر موجود دائما في الدم فمن الطبيعي أنه تصطدم جزيئات السكر في الهيموغلوبين الموجود في خلايا الدم الحمراء استضامها حيخليها تلتصق والإنسان الطبيعي حيكون قراءته 5% يعني 5% من الهيموغلوبين الموجود في دمك ملتصق في سكر ولا يستطيع نقل الأكسجين كما يجب هل لما الشخص يزداد عنده السكر أكثر فأكثر تزداد كمية السكر المتاحة في الدم عملية الاستضام في الهيموغلوبين تزداد معناته كمية الالتصاق في الهيموغلوبين تزداد كمية الأكسجين يستطيع نقل جسمك إلى الخلايا بتزداد بتتقل معناته هيصير عندك نسبة تتقل كريات الدم الحمراء أو الهيموغلوبين في الدم الملتصق في سكر يعني سكر ملزوق في الهيموغلوبين تزداد لـ 6-7-8-10% بعض الحالات بيجونا 15-16% من دمه من الهيموغلوبين ملتصق في سكر يعني سكره أو دمه تحول إلى قطر أما إذا بدك تعرف أنه إيش الفرق بين قراءة السكر التراكمي وقراءة السكر العشوائي اللي بتعملها في البيت وهل ممكن أنت تعمل قراءة السكر التراكمي في بيتك باستخدام هذا الجهاز بدون اللجوء المختبى فقراءة السكر التراكمي بتبثل تاريخ كريات الدم الحمراء كريات الدم الحمراء عمرها ثلاث شهور فلما أنا بقيس سكر التراكمي بعرف كم كمية السكر اللي التصق على هذه الكريات الدم الحمراء هي بالضبط زي الميموري كاب زي الذاكرة بتخزن لي بالضبط الأحداث اللي صارت خلال الثلاث أشهر بتخزن معدل 300 ألف قراءة خلال الثلاث أشهر يعني قراءة كل 30 ثانية لما أنت بتعمل فحص التراكمي بيّن أنه عندك التراكمي فلنفترض عشرة معناته عندك السكر التراكمي السكر في دمك فوق الميتين طول الفترة الماضية وهذا بيدل أنه أعراضك الموجودة سيئة جدا لما أنت بتفحص السكر على جهاز السكر جهاز السكر اللي هو في الدم هذا اللي في بيتك بيعطيك قراءة السكر بهذه اللحظة عشان هيك لما تروح على المختبر لازم تكون صايم بينما السكر التراكمي لأنه بيسجل تاريخ بتكون لو تاكل منسف ولك نافئ أو حتى كيتو ما رح يفرق بالقياس أثناء هذه اللحظة لأنه بيسجل لك كل ما أكلت خلال ثلاث أشهر ماضية إذا بك تعمل قراءات السكر التراكمي في المنزل ففي معادلة بسيطة ممكن تعمل قراءاتك خلال شهر وتجمع معدل القراءات وتمسك كل قراءاتك اللي عملتها في بيتك وتدخلها داخل المعادلة حترك لكم ياه في المقالة المثبتة في التعليقات بكل بساطة بتطلق قراءة السكر التراكمي بتكون دقيقة من 70% لـ 80% كل ما زادت القراءة طب شو هي أعراض ارتفاع السكر التراكمي؟ ومتى لازم أنت مباشرة تروح تفحص السكر التراكمي في البداية إذا ساد عندك التبول بطريقة ملحوظة وصور تصحى أكتر من مرتين في الليل وانت نايم فالتراكمي عندك مرتفع لأنك بتتبول كتير فمن المتوقع أنك تكون دايما عطشان فبتشربك به كتير إذا عندك غباش في الرؤية فالسكر صار مغطي على رؤية عينيك فأنت فعلياً افحص التراكمي أما إذا أنت حاسس بضعف عام وعندك زيادة في الوزن ومنطقة البطن عندك فيها دهون وعندك زيادة في الوزن بشكل عام أو أهلك عندهم سكري وبتاكل زي أهلك فإفحص التراكمي إذا تطور عندك السكر التراكمي وارتفع هذا بصير كتير عند الأشخاص اللي عندهم سكر نوع أول أو سكر نوع تاني غير المشخصين وظلهم لفترة زمنية طويلة متنشين هدول الأشخاص بصير عندهم جفاف حاد جداً بصير عندهم رائحة النفس بتتغير وبتصير فيها رائحة الأسيتون بالإضافة لآلام في البطن وممكن يوصل لمرحلة الدوار والاستفراغ والمراجعة أضف إلى ذلك هدول الأشخاص بصير عندهم هلوسة وفقدان القدرة على التركيز وممكن هدول الأشخاص يدخلوا في غيبوبة السكر إذا ارتفع السكر ودخلوا في حالة بنسميها الديبة الكيتو أسيدوسيس وإذا أنت فحصت وعندك القراءة فكمية القراءات الطبيعية للسكر التراكمي وإمتى بتصير هذه القراءات خطيرة بكل بساطة لما أنت تشوف فحص التراكمي فهو بتلاقيه بالنسبة يعني 5% من دمك فيه سكر وهذا الطبيعي فيعني كلما الأشخاص اللي عندهم أقل من 5.2 فهم أصحاء ما عندهم مقاومة إنسولين مع تطور العمر وتطور مقاومة الإنسولين وبدايتك في أمراض السكري بيزبلش يرتفع قراءة السكر التراكمي تدريجياً السكر التراكمي 5.4 و5.5 ما له أي تشخيص لكن أنا لما بشوف هذه القراءة بعرف أن الشخص عنده مقاومة إنسولين نقدر نحكي أنك اعتلال في السكري أو ما قبل السكري اللي هو بري ديابتك إذا يصارت القراءة 5.7 واستمرت بالارتفاع لتوصل لـ 5.2 إذا لقينا على فحص أنه أنت 5.3 فما فوق فمجرد 6.3 فما فوق ف6.3 تعني أنك مصاب بالسكري وإذا السكر عندك فوق السبعة فأنت سكري وغير مسيطر على قراءات السكر عندك في الدم طب متى يكون السكر التراكمي ارتفاعه خطير؟ أكيد بس يتجاوز التمين لكن إذا وصلت أنت 6.5 فأنت بدأت ترفع في ضغط الدم عندك وبديت تصير مصاب بمرض ضغط الدم ولأنه بكل بساطة الأكسجين عندك في الدم أقل بسبب انشغال الدم في نقل السكر بدل من نقل الأكسجين فبتلاقي أنه الأشخاص المصابين بالسكري دائماً في عندهم من هيموغلوبين بيرتفع لأنه الجسم بحاول يلاقي بديل لنقل الأكسجين والدم بصير لزج زي القطر فبتطر العضلة القلب تعطي مجهود أكبر لضغط الدم اللي حاب السوائل أساساً داخله إلى الأوعية الدموية البعيدة في الإجرين والإيدين وهذا أصلاً سبب التنمين عند مرض السكري نقص الأكسجين إذا وصلت تراكمي عندك لسبعة فأنت حالياً ضعفت الفرصة للإصابة بأمراض القلب لا سمح الله يعني المصاب اللي عنده سبعة بتضعف الفرصة للي بيكون عنده 6.5 و16% من الأشخاص اللي بيكون عندهم التراكمي 7 بيكونوا صار عنده مراض قلب بالسابق وتم تشخيصهم بهمك تعرف أنه وظائف الكلا لما تكون عندك 7 بتنخفض تقريباً 15 إلى 20% وببظهر 17% من المرضى بظهر عندهم زلال البول أما لما يوصل الشخص عند السكر التراكمي 8 فهي دليل أنه هذا الشخص عنده حالة من 3 يا إما ضايع مش عارف يسيطر على السكر وعم بيحاول لكن كل خياراته ونصائح الأطباء له كانت خاطئة بخصوص حالته أو أنه مهمل من العيار الثقيل عشان هيك بيعاني من كل الأعراض اللي حندكرها الآن فبكفيك تعرف أنه الخدران عنده صار مستمر وعادة من عاداته لأنه عصابه عم تتلق وظائف الكلا عم تنخفض والكريتنين عم برتفع جزء من نفرونات الكلا عم تطلع في بوله أضف إلى ذلك أنه هذا الشخص اللي صارت الكلا تبعته عم بتعاني في إخراج السكر لأنه السكر عم بيطلع في البول صار يتبول دائما وهذا الشخص عماله بيحس بيقضع في قدرته الجنسية ف70% من الأشخاص فوق الثمانية تراكمي بعد خمس سنوات بيفقدوا قدرتهم على الانتصاب والقيام بوظائفهم الطبيعية مع زوجاتهم أما لما يوصل السكر التراكمي عندك فوق التسعة والعشرة فأنت وقتها عمالك بتسارع من تلف كل من الشبكية والكلا بالإضافة لتتراكم الدون على الكبد في هذه المرحلة عمالك بيصير في عندك مقاومة إنسولين بسبب ارتفاع السكر التراكمي فبنخفض قدرة البنكرياس أو الإنسولين نفسه على تخفيض السكر يعني بنكرياسك اللي عنده مقاومة إنسولين بيفرز زيادة خمسة أو ستة أو ثمان أضعاف الإنسان الطبيعي صار الإنسولين تبعه بيشتغل أقل من النص يعني بتسرع في احتراق حتى البنكرياس هذا السكر التراكمي عشرة وأخطر ما يمكن يصير في أي إنسان بده يحافظ في يوم من أيام على حياته بكفيك تعرف أنه وصولك للسكر التراكمي عشرة باختصر الفترة في تلف البنكرياس لمريض السكري من عشر سنوات إلى ثلاثة فقط ولقدر التحمل الكلا إلى الثلث فيعني ضروري أنك تاخد أكشن من هذه اللحظة لإنقاذ جسمك والشفاء السريع بإذن الله وهنا وصلنا لأهم جزء من حلقتنا لليوم هل يمكن شفاء السكر التراكمي وتنزيل السكر التراكمي في أسبوع؟ فالجواب السلفيقر الأول من السؤال أن السكر التراكمي ليس بمرض لكي تشفى منه ولكن هو مؤشر لمصابتك بمرض السكري وارتفاع قراءات السكر في الدم يعني ممكن أنك تخفض قراءات السكري لحد اللي هو الطبيعي اللي هو خمسة إذا أنت ارتزمت بالعلاج والحمية المناسبة اللي حتأديك للشفاء وترك العلاج هل يمكن الشفاء التراكمي وتنزيله بأسبوع؟ اللي بحكي لك هذا العبارة فهو بضحك عليك لأنه السكر التراكمي هو تاريخ ثلاث أشهر فكيف أنت ممكن تمحي تاريخ ثلاث أشهر بأسبوع؟ بدك تقريبا ثلاث أشهر لحتى تشوف التراكمي طبيعي طب كيف أنا ممكن أعالج وأشفي حالي من السكري وأخفض السكر التراكمي للحد الطبيعي يعني لخمسة وما تسمع لكلام اللي بقولك عادي أنت مريض سكر يكون ستة ونص لأنه لازم تكون صحيح زيك زيي أول إشي بكل بساطة بأنك تلتزم بأدويتك وعلاجاتك أسوأ إشي ممكن يسويه أي مريض سكري أنه يتصغف بكل حماقة ويقول أنا بدأ أوقف أدويتي وأستبدلها بأدوية تانية أسمها مكملات خد دوائك المجرب علميا والضروة والسريع جدا في تخفيض السكري أثناء التزامك بدوائك بطريقة طبيعية وصحيحة وسيطرتك على السكري ابدأ مباشرة بالحمية الكيتونية لما تبدأ بالحمية الكيتونية أنت بتقطع أشياء مهمين بتقطع السكريات والنشويات المعقدة الموجودة في أسوأ طعام على وجه الأرض وهو الخبز يليه طبعا الرزو القادر على رفع السكر بسرعة أكتر من سكر المائد اللي بتاخده بالشاي بعدها بدك توقف السكر المائد المصنع أضف إلى ذلك إيقاف السكر الفواكه نهائيا لأنه بيزيد من مقامة الإنسولين وبصعب عليك المهمة هتوقف التمر والموز هتوقف التفاح وممكن تاخد البيريز إن كان عم نحكي عن فراولة وتوت لأنهم ما بيرفعوا السكر بالدم وكذلك الليمون الشغل الثاني لما أنت بتعمل حمية الكيتو بتبلش تدريجيا تشعر بالشبع فبتقدر تبلش بالصيام المتقطع وأول وجبة توقفها هي وجبة الإفطار وتركز على وجبة الغداء والعشاء ومع ان الخفاض وزنك ممكن تروح لحتى وجبة وحدة في اليوم بس دازم تكون حريص إنه ما يصير عندك جفاف عشان هيك ممكن إنك تشرب السوائل من خلال المشروب الكيتوني اللي هو إنك تشرب الليمون وخلي التفاح مع كاسة ماء مش بس إنه بيعمل لك عملية تروية بيحسزن لك عملية الهضم إذا أخدته قبل الأكل وبيعطيك فيتامين سي بيقلل مقاومة الإنسولين وهذا المزيج بطبيعته اللي هو من خلي التفاح كمان بيقلل مقاومة الإنسولين الجزء الخطوة اللي بعدها إنك تنام كويس لإنه ما بصير شفاء إذا الشخص ما نام وما بتمزل بالوزن إذا ما نمت فضروري إنك تنام كويس النقطة اللي بعدها إنك ضروري إنك تخفف التوتر والإجهاد لإنه التوتر والإجهاد برفع الكورتزون والكورتزون زي ما بتعرف برفع السكر عندك في الدم فما عمثاً تحاول إنك تاخد أدوية وعلاجات وتقلل السكريات إذا أنت من الناس دائماً عصبي وما بتنام والتوتر عندك مرتفع فالكورتزون بتلف كل ما عملته بالنهار لأنه بارتفع أثناء فترة الليل أما النقطة السابعة فأكيد ممارسة المشي واللي بقلل لك التوتر وبيحرق السكر الموجود في دمك من خلال حركة الكتلة العضلية ومع تحسن قراءات السكر بتقدر ترفع المشي هذا وتصير هرولة فركض وتزيد من تمارين الكارديو لأنها بتبني الكتلة العضلية وبتقلل مقاومة الإنسولين داخلها فبتساعد على حفاظ بقاء انخفاض السكر في الدم عندك مستقر ومستمر وممكن بالمستقبل ترجع تأكل أشياء اللي كنت تأخذها زمان بسبب إدخال الرياضة وشفاعك النقطة الأخيرة وهي الثامنة إنه بكل بساطة لازم تأخذ مكملات تساعدك على الالتزام بحميتك أو تكون حميتك تحتوي على المغذيات الأساسية اللي بتقلل مقاومة الإنسولين ضروري يكون فيه كمية كبيرة من الفيتامين بي 1 ومعظم كعائلة البي اللي عم نحكي عن بي 1 بي 2 بي 3 بالإضافة للفوليك أسد والبي 12 حتى تساعد بشفاء ما تم تلفه بسبب السكري وممكن تأخذها من البي كومبليكس أو من خميرة البيرة أو من اللحوم ممكن تأخذ ضروري أنك تأخذ المغنيسيوم والبوتاسو من كلاهما بيقلل مقاومة الإنسولين وموجودين أكيد في الخضريات وفي الأفوغادو أضف إلى ذلك أنه ممكن تأخذ مصادر الكروم والسلينيوم والموجودة بكثرة فيه اللحوم ومها تحديداً الكبدة والمسماك البحرية وبنات حلقتنا اليوم تنزيل السكر التراكمي مش إشي صعب ولا إشي مستحيل إشي دائماً منسويه في عيادتنا وبسهولة بده التزام صحيح بالأدوية ومعرفة كيفية إيقافها ومتى إيقافها التزام بحمية قليلة بالنشويات تسعد المريض وما تحسسه بالحرمان بالإضافة للصيام متقطع ونوم كويس بالإضافة للرياضة اكتب لي بالتعليقات هل أنت من الناس اللي عندهم سكري وعم بتحاول تنزل التراكمي عبثاً تحاول بتوقف الأدوية السكر برتفع بتبدل بمكملات أنفق التروي عليها عشان بالآخر ما تستفيد كتب لي بالتعليقات إيش نفع معك شاركني الأجر لأنه كتير من الناس بيقرأوا تعليقات وبستفيدوا وبالهات حلقتنا اليوم شفت المعلومات اللي بالفيديو مفيدة أكيد لا تبخل على خيرك بالشهر فنشر المعرومة أكيد خير وزكاة العلم نشره وما تبخل على حالك بأنك تنضم للقناة وتكمس شارط الجرس ستجيك أول بأول إشعارات كل ما يخطر على بالي فكرة مفيدة إلك ما تبخل لأنك تعمل لايك لأنه إحنا بتشجيعك من الاستمر وبدعوك تنضمي على العالم الرائع من الفيسبوك عالم سامارس كيتو أنتفاستيك بلنت وأكيد بدعوكم تتابعوني على الإنستغرام وسناب شات وتويتر وتيك توك وكل ما في الحلقة من معلومات ومصادر موجودة في المقال المثبتة في التعليقات وموجودة في صندوق الوصف وإذا بدك معلومات إضافية عن فوائد الليمون وليش إحنا بنستخدمه لعلاج السكري اكتبوا على الحلقة اللي هون وبشوفك على الحلقات القادمة وبأمان الله مع السلامة باي شكرا